اشتركوا في القناة بعد ان تابعنا وهنينا صاحب الشوط الرئيسي ومالك غزة من انتزعت اول الاشواط الرئيسية في هذا الصباح ينطلق شوط رئيسي اخر مخصصا لفئة القعدان الثنايا من المسافة المقررة لهذا السن على ارضية ميدان البصيرة 6 كيلو مترات وهذا هو الشوط الرئيسي للثنايا القعدان والبداية هو الصدارة مباشرة من يستفتح نداء هذا الشوط مغادر بشعار سيد راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري من يتقدم مع مغادر على الصدارة وعلى البداية ننتقل الى المركز الثاني نشوف نتابع الملاحقة على مستوى المركز الثاني من قبل مليح بشعار سيد مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيم يتقدم مع مليح على المركز الثاني المركز الثالث شعار القادم على مستوى المركز الثالث هذا هو وذف بشعار سيد عبد الله بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة مع وذف على مستوى المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع يتقدم طايش بشعار سيد علي بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري وخامسا من نختم به اول نداء لهذا الشوط الرئيسي للثناية من يتقدم على مستوى المركز الخامس هذا هو وذنان بشعار سيد حمد بن مبارك بن ترحيب بن نايفة الهاجري هذه اذا الخمسة المراكز الاولى في ختام ندائنا الاول والذي من بعده نتحول معكم ومع مسامعكم وبعدسات قناة الريان وعدسة الاعلام المحنك عبر تطبيق الانستجرام والبث الحي والمباشر نرحب المشاهدين عبر موقع اللجنة المنظمة لسباقات الهجن عبر حساب هجن دوت كيو اي مرحبا بالمشاهدين الحاضرين والمتابعين لهذه الانطلاقات الصباحية والاندفاعة المقدمة التي تحمل لنا مغادر من غادر الجميع بهذه الانطلاقة الصباحية بهذبة ممتازة يسير بعرض تلقائي وجميل راشد بن سعيد بن راشد بوضح المري من يتقدم مع مغادر على البداية وبالمركز الاول المركز رقم واحد المركز الثاني عينك على الملاحقة هذه انطلاقته خطيرة جدا انطلاقته خطيرة ومثيرة اللي على المركز الثاني وذف بشعار السيد عبد الله بن محمد بن ناصر بن راشد الف زيرة على المركز الثاني المركز الثالث بعيد المركز الثالث يبدو للقادم شعاري بن دلهم على مستوى المركز الثالث طايش علي بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري والمركز الرابع المركز الرابع شعار النعيمي يصل مع اندفاعة مليح مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي وخامسا مشاهدين الكرام من نختم به النداء الثاني شعار السندباد القطري يتقدم مع اندفاعة مخلاب محمد بن صالح بن حمد القمراء النابة وصلت الاسماء وصلت الاسماء مرحبا بالمشاركين مرحبا بالشعارات العملاقة الحاضرة في هذا الصباح والمزينة لأرضية ميدان لبصير بهذه الحضور بهذا الحضور العملاق تحضر هذه الشعارات وتحضر هذه الاسماء مع سن الثنايا سن الثنايا وسن الإبداع والإمتاع والعودة هناك العودة مع المركز الذي يحمل لنا الإمتاع مركز تسليط الأضواء كل الأضواء تسلط على المركز الأول دائما وأبدا يا أبو وضحة يا راعي مغادر من غادر الجميع منذ الانطلاق وهو يسير بعرض تلقاء عملاق وباندفاعة قوية يسير هذا الشوط بسرعة مغادر تيار الشوط بسرعة مغادر راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري مع المقدمة والصدارة المركز الثاني شوفوا الملاحقة من بدأ بتقليص المسافة مما بينه وما بين مغادر هذا هو وذف عبد الله بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة وأقول لكم ديروا بالكم منه ديروا بالكم من وذف منذ الانطلاق وهو يضع مغادر بين عينيه لنيلي الصدارة لنيلي نقطة هذا الشوط الأول الرئيسي المركز الثالث المركز الثالث من بدأ يقترب رويدا رويدا من المركز الأول يتقدم طايش علي بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري والمركز الرابع المركز الرابع بدأت الأسماء في الحضور والوصول مع اندفاعة مليح مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي والمركز الخامسي مخلاب بشعار سندبادي قطر البزنسمان مع مخلاب محمد بن صالح بن حمد القمرة وأيضا القادمين شعار بن حمده النعيمي وشعار بن عمارة وغيرها من الأسماء والشعارات واصلة واصلة لم يتبقى شيء المسافة ستة كيلومترات كما عرف عنها مسافة الطفح للكبار للكبار هذه مسافة الطفح المعروفة في رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة كما عرف عنها بأنها مسافة سرعة مسافة سرعة لذا لا يتأخر أحد لا يتأخر من يريد النموس لا يأخر والعودة إلى الصدارة وإلى البداية وإلى مغادر مغادر لا يزال يسيطر على كماشة النداء على المركز الأول وعلى الكادر الأول يسير بعدسات قناة الريان وبعدسة المحنك مع البداية مع الصدارة بشعار راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري ولكن دير بالك من القادم أشوف ودف واصل لا محالة يسير في المركز الثاني أعينه على النموس والانتصار عبد الله بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة الفزيرة وبوضحة يبتعدان ابتعادة كل وتنافسان منافسة شيقة مبكرة ما بين شعار بوضحة وما بين شعار الفزيرة والمركز الثالث بن دلهم واصل بن دلهم خطير كل ما أنتهي من نداء من واحد من النداءات أشوف شعار بن دلهم أشوف طايش يقلص المدى ويقترب من الصدارة رويدا رويدا بلمسات سلسة وبهدبات خفيفة على المركز الثالث يريد أن يختلص الأنظار إلى المقدمة والصدارة المركز الرابع الرابع سندبازي قطر مع مخلاب محمد بن صالح بن حمد القمر النابت قادم واصل على مستوى المركز الرابع والمركز الخامس شعار بن حمدة مع أول نداء يصل مع حشيم حمد بن فهد بن راشد بن حمدة النعيمي لكن مغادر مغادر يا السلام وهذه السبوك وهذه السبوك وهذه عوايدها وغادر مغادر غادر مغادر هذه السبوك وهذه عوايدها عندما أحس بالخطر وباقتراب المنافسين ابتعد ابتعاد كله وبدأ بأداء العروض التلقائية والجميلة اللي ينفرد بالناموس ويقص شريط الكيلو متر الأخير الحالة 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 لا تنظر إلى الخلف يا بوضحة لا تنظر إلى الخلف وروح مع الناموس والانتصار مع أول الأشوات الرئيسية بدون أوامر ولا تعليمات كما عودنا هذا الشعار كما عودنا شعار بوضحة شعار بوسعيد راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري دائما ما يحقق الإنجازات مع الأسماء الكبيرة في عزمة هذا المالك وما بينها مغادر مما بين هذه الأسماء مغادر اللي تشوفونه عبر عدسات قناة الريان وعبر عدسة الإعلام المحنك يسير بالصدارة والمقدمة ودع الجميع راح بالناموس الحالة الحالة وبالجماهير وبالكادر ما شاء الله تبارك الرحمن ينطلق مغادر بدأ آلان بدأ باستعراض قواهي الاحتياطية ليغادر الجميع ليضع له بصمة صباحية مميزة على أرضية ميدان البصير بشعار بوضحة بشعار راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري والتوقيت في خطر التوقيت الزمنى في خطر بهذا الابتعاد بهذا الاداع بهذا التفوق الكبير وبالعلامة الكاملة 10 على 10 يا بوضحك يرى عم غادر مئة متر والسلام إلى جماهير هذا الشعار الذي يقله هذا البطل مغادر بشعار سيد راشد ابن سعيد بن راشد بوضحك المرّي مشكور على هذا الأداء وعلى هذا الفوز والانتصار المركز الثاني ويتحطم التوقيت الزمني مشكور يا بحمود على موفاتنا بالتوقيت الزمني هذا إذن على المركز الثاني حشيم حمد بن فهد بن راشد بن حمد النعيم المركز الثالث مخلاب محمد بن صالح بن حمد القمرى النابت المركز الرابع وذف بشعار سيد عبدالله بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة والمركز الخامس طايش علي بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري والتوقيت زمنه تسع دقايق تسع وعشرين ثانية بدون أجزاء من الثانية أهانينا والنمو